السلح وزير التومين، دكتور خلق بفار وزير الصحة، فريق كامل وزير وزير النقل، سيدة نيفين القباجي وزير تضامن، سفيرة سوها جندي وزيرة الدولة الهجرة، والسفير حسام حسين مصشار وزير المالية العلاقات الخارجية، وعدد من المسؤولين عايز أقول لكم الأرقام تقريباً لحد دلوقتي، الأرقام لحد بالظبط أول مبارح، لحد إيه أول مبارح، يوم تسعة وعشرين، اللي دخلوا من المصريين تم إجلاء حوالي تلات تلاف مواطن مصري، دخلوا عبر أرقين وقسطل، ميناء أرقين وميناء قسطل، كان حوالي تلات تلاف مواطن مصري الكلام ده لحد إمتى؟ لحد يوم تسعة وعشرين إبريل، الأرقام اللي أنا أقول لحضراتكم، يبقى أنا أقول لكم أرقام تاريخها تسعة وعشرين إبريل، أول مبارح، يبقى تلات تلاف مواطن مصري تم إجلاءهم غير الرحلات الجوية، أنا بكلمة كان لدخلوا عبر المواني بتاعتنا، ميناء أرقين وميناء قسطل، تلات تلاف مواطن مصري طيب، دخل كمان كم؟ تلات تلاف واحد تم إجلاءهم من خلال أيضاً مصر من الجنسيات الأخرى، كم جنسية؟ تلاتة وخمسين جنسية، تاني تلاتة وخمسين جنسية، تلات تلاف كمان من تلاتة وخمسين جنسية، أقول لكم أرقام سريعة، منهم تمانين صيني، تسعة وسبعين أمريكي، سبعة وخمسين تركي، تلاتة وعشرين، تلاتة وعشرين فلسطيني، فيه كمان ربعمية تمانية وستين فلبيني، خمسة وخمسين سوري، اتنين، ده مجموعة طبعاً فيه اتنين وخمسين جنسية، ولكن فيه مجموعة من الأرقام اللي أنا حبيت بس تعرفوها، من التلاتة وخمسين اللي دخلوا من الجنسيات، لاتنين وخمسين جنسية اللي دخلوا عن طريق، وفيه كمان من الأم والتحدة، يبقى دي التلاتة وخمسين، الرقم تلاتة وخمسين اللي دخل، وعندنا اتنين وخمسين جنسية بالإضافة لطبعاً الأم والتحدة بتجمع العديد من الجنسيات، وبالتالي في وفود من الأم والتحدة كمان دخلت عبر ميناء أرقين أو ميناء قسطل على حدودنا مع السودان الشقيق، ففي عندنا الأرقام اللي بقولها لكم دي الأرقام طيب كم واحد سوداني لحد يوم 29 إبريل دخل عبر ميناء أرقين 24 1985 أنا بقول لكم الأرقام يبقى هنا بقول لكم الأرقام اللي دخلت عبر ميناء أرقين من السودانين كم 24 1985 سوداني طيب كم سوداني دخلوا عبر ميناء قصطل؟ 12,547 يبقى أنا بقول لكم هنا على الأرقام اللي تبقوا حضراتكم عارفينها يبقى شوفوا إحنا دخل قد إيه يبقى عدد السودانيين تقريباً اللي دخلوا حتى أول مبارح 29 إبريل وهيكون معنا سيادة الوزيرة سوها جندي حالاً دخل من السودانيين حوالي 37 ألف سوداني عبر ميناء قصطل وأرقين بالإضافة 3000 مصر تقريباً عبر الميناءين وبالإضافة 3000 من الجنسيات الأخرى فإحنا مصر أيمى بجهد كبير جداً والدولة كلها مؤسساتها تقوم بهذا الجهد الكبير والإجراءات العجلة والسريعة والإجراءات العجلة والسرعة 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 والسرعة